بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهلا ومرحبا بكم أيها الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي في درس جديد من دروس تلاوة القرآن الكريم لمنهج تحفيظ القرآن الكريم اليوم إن شاء الله تعالى سنتلو آيات من سورة صاد من الآية الواحدة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين إن شاء الله تعالى أولا أهداف الدرس أول هدف هو طلب الأجر من الله تعالى بتلاوة الآيات فكل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة ثانيا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء التلاوة الصحيحة لابد لها من النظر الصحيح أنظر إلى الكلمات القرآنية وأركز على الحركات والكلمات الكلمات والحركات والحروف لكل حرف حركة فأيام يجب علي أن أنتبه يعني لا أقرأ الحرف إلا بعد النظر إلى الحركة التي علي حتى أقرأها قراءة صحيحة والتأني والتمهل هو الوسيلة التي تجعلني أنظر إلى الحركة وأقرأها قراءة صحيحة أما السرعة والاستعجال دائما تأتي بالأخطاء في تلاوة القرآن الكريم إذن أنظر إلى الكلمة القرآنية وأنظر إلى الحرف الأول لما أقرأها ثم أبدأ من أولها الحرف الأول وأنظر إلى الحركة العلي أشوف الحرف الثاني والحركة التي عليه الثالث والحركة التي عليه فأقرأ الكلمة بيوسر وسهولة بتأني بقراءة صحيحة دون خطأ إن شاء الله تعالى أيضا من الأهداف تطبيق أحكام التجويد وسأنبه على بعض الأحكام اليسيرة السهلة أيضا التلاوة بتدبر وخشوع من أهداف درسنا لنفهم كلام الله ثم نعمل به آداب تلاوة القرآن الكريم أول آداب هو الطهارة أتوضأ قبل تلاوة القرآن الكريم أتنشط وأستعد للقراءة كذلك لمن أراد أن يلمس المصحف يمس المصحف عني يقرأ من المصحف الشريف يتوضأ قبل ذلك ومن الآداب هو أعظم الآداب الإخلاص لله يعني قبل أن أقرأ أنوي في قلبي أنني أقرأ لله تعالى أريد وجه الله تعالى وأريد الحسنات على هذه التلاوة ومن الآداب أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أقرأ الاستعاذة بترتيل وتأني أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي دعاء ولجوء إلى الله تعالى نطلب منه الحماية من الشيطان الرجيم الذي يشغل القارئ عن القراءة إذن أستعيد بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة وأيضا تحسين الصوت بالتلاوة من آداب تلاوة القرآن الكريم أيضا البسملة وهي في أوائل السور أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني أبدأ مستعينا بالله تعالى أطلب البركة منه سبحانه في تلاوة هذه الآيات ومن الآداب القراءة بتدبر لنفهم كلام الله كذلك التسبيح عند آيات التنزيه يعني لما أمر بآية فيها تنزيه لله تعالى أو ذكر أسمائي وصفاتي أقول سبحان الله ثم أكمل القراءة أيضا الاستعادة بالله عند آيات الوعيد يعني الآيات التي فيها وعيد بالعذاب إذا مررنا بها فإننا نستعيد بالله من عذابه ثم نكمل القراءة بارك الله فيكم الآيات التي سوف نتلوها وتتلوها أيضا بعض الآيات أولا سأقرأ لكم الآيات سأقرأ الآيات وأنتم تستمعون وتنظرون وتركزون على الكلمات والحركات التي على الكلمات حتى تسمعون سماعا صحيحا ستقرأون بعدها قراءة صحيحة مع الانتباه والتركيز على الكلمات نبدأ سأقرأ لكم وأنتم تستمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نعوذ بالله من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب هذه الآيات التي سوف إن شاء الله تعالى نتعلم تلاوتها سنبدأ من أول الآية وإن شاء الله تعالى نكمل إلى نهاية الآيات انظروا إلى الآيات وركزوا بارك الله فيكم بسم الله أولا سأبين لكم بعض الكلمات التي تحتاج إلى بيان وكيفية قراءة هذه الكلمات مع التركيز عليها سنقرأ قراءة صحيحة وأيضا نبين بعض الحكام التجويدية ثم نقرأ الآيات سويا أنتم تقرأون إن شاء الله الآيات وأنا سأساعدكم سأقرأ معكم حتى نتعود على القراءة الصحيحة فهيا إلى الآيات بارك الله فيكم لاحظوا كلمة نبأ الخصم هذه الكلمة وهل أتاك نبأ الخصم نبأ لهذه الكلمة نبأ الخصم إذ تسور المحراب لاحظوا معي هنا الألف هذه الألف عليها دائرة الألف التي عليها دائرة بهذه الصورة لا تقرأ الألف التي عليها دائرة مثل هذه الألف دائما تكون في بعد واو الجماعة الواو التي تدل على مجموعة إذ دخلوا قالوا إذن هذه الألفات لا تقرأ في القراءة وهنا أيضا وجدات الألف لا نقرأ هذه الألف إذن لما نقف على هذه الكلمة نقرأ نبأ على همزة ساكنة لما نصل نبأ الخصم نبأ الخصم إذن نقرأ بهذه الطريقة أيضا هنا عندنا الواو المشددة تسوروا تسوروا نأتي بالكلمة صحيح طيب الآن أيضا كلمة لاحظوا معي هذه الكلمة كلمة داوود داوود الواو الصغيرة نقرأها مثل الواو الكبيرة مثل الواو العادية داوود نقرأها بهذه الصورة كلمة جديدة عليكم لاحظوا هذه الكلمة سهلة ولا تشطط نقرأ بتأني ننظر إلى الحرف الأول تو الشين الساكنة الطاء التي تحتها كسرها ثم الطاء الساكنة ولا تشطط ولا تشطط يقرأوها أحسنتم ومبارك الله فيكم أيضا عندنا لاحظوا معي هذه الواو الصغيرة التي بعد الها الواو الصغيرة بعد الها تسمى واو الصلة يعني موصولة بإيش بالها هذه الواو متصلة بالها صلة للها لما أقرأ الها وأصلها بما بعدها أذكر الواو أقرأ مثلا له تسع له لاحظوا قرأت الواو له تسع لكن لما أقف على كلمة له لا آتي بالواو أقول له لما أصل أقرأ الواو لنقرأ بالوصل إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ طيب لما أقف على هذه الها أقول إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ لما أصل أجيب الواو طيب أيضا عندنا الكلمات تسع وتسعون ننتبه نعجة ننتبه الحركات هنا ضم وهنا فتح ولاحظوا معي هذه الكلمة ولاحظوا معي هذه الكلمة ما الفرق بينهما الفرق في التنوين هنا تنوين فتح وهنا تنوين ضم إذن أنتبه حتى لا أخلط بين الكلمات أرأيتم أن الكلمات تختلف الحركات تختلف الكلمة واحدة الأولى نعجة الثانية نعجة بالضم ننتبه لهذه سنقرأ سويا الآن أيضا كلمة أكفلنيها أكفلنيها أقرأ بتأني أكفلنيها التي بعدها وعزني أقرأ أنظر إلى الحركات مع التأني وعزني إذن نقرأ سويا الآن الآيات بارك الله فيكم مع الانتباه لهذه الكلمات إن شاء الله نستعدي القراءة القراءة نحتاج فيها لنقرأ القرآن ننتبه ونركز نتأنى لأن نقرأ كلام الله لا نقرأ كلاما عاديا التأني والتركيز الجلسة المعتدلة النظر عدم الانشغال بشيء آخر غير القرآن فقط عيني على الآيات وأسمع الأستاذ وهو يقرأ وأقرأ معه الآيات حتى نتعلم تعلما صحيحا ونقرأ قراءة صحيحا إن شاء الله تعالى تعالوا وبرك الله فيكم نقرأ الآيات الاستعاذة اقرأوا الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنتم نبدأ على بركة الله لما أبدأ أضع القلم تقرأون معي وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أحسنتم وبرك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية نبين أيضا الكلمات اليسيرة فقط نريد نتعود كيف نقرأها الكلمات سهلة جدا كلمة نعجتك نعجتك ننظر إلى الكلمة فقط ننتبه نركز أقرأ حفر أول نعجتك نعجتك إذن أقرأ الكلمة مع التأني أقرأ قراءة صحيحة إلى نعاجه طيب هنا كلمة أخرى كلمة الخلطاء لاحظوا الخاء عليها ضمه واللان فتحه الخلطاء من الخلطاء طيب التي بعدها لا يبغي لا يبغي طيب البعدها بعض الضاد عليها ضمه بعضهم نركز على الحركات بعضهم لاحظتم الضاد عليها ضمه إذن ننتبه لهذه الكلمات أيضا كلمة وَقَلِيلُمَّا هُمْ لاحظوا عندنا كلمة أولا هذه الضمتين طيب تنوين ضم وَقَلِيلٌ هذه تضغم في الميم ندخلها في الميم تسمى إضغام حكم إضغام نقرأها وَقَلِيلُمَّا طيب عندنا كلمة مَا هذه كلمتين مختلفتين مَا لوحدها هُم لوحدها أقرأها كيف وَقَلِيلُمَّا هُمْ اسمعوا وَقَلِيلُمَّا هُمْ يعني أبين الكلمة هذه لوحدها كلمة مستقلة عن كلمة مَا أحسنتم طيب كلمة فَتَنَّا لاحظوا النون المشددة والألف الصغيرة نأتي بالألف الصغيرة فَتَنَّا طيب هنا بارك الله فيكم نجد علامة السجدة هذه علامة السجدة نسجد فيها هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكرناها قبل ذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بهذه الآية يسجد ونحن نسجد مثله صلى الله عليه وسلم وهي سنة إذا سجدنا ماذا نقول نقول دعاء السجود سبحانه ربي الأعلى وندعو بما نريد ندعو الله تعالى حتى إذا كنا في الصلاة نسجد أيضا في الصلاة ثم نقوم ونكمل القراءة المقصود أنه من سجد فله أجر ومن لم يسجد فليس عليه إثم يعني ليست واجبة هي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن القارئ قارئ القرآن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد يدعو الله تعالى ويشكر الله تعالى على نعمة حفظ القرآن وقراءة القرآن ثم يكمل التلاوة إذا نقرأ الآن الآيات كما بينا ما فيها من كلمات اقرأوا معي بارك الله فيكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب بارك الله فيكم ننتقل إلى الآيات التالية هنا كلمات سهلة فقط ننبه على بعض التنبيهات لاحظوا كما بينا لكم واو أصطلة هذه مع الها له ذلك أيضا هذه نفس الشيء واو أصطلة له عندنا كلمة لزلفا ركزوا على الحركات لزلفا لزلفا أيضا كلمة يا داود هذه يا داود هذه يا أني دا وبعدها كلمة داود نقرأها بعض الصور الكلمات سهلة جدا كلمة فيضيلاك لاحظوا اللام عليها فتحة وشدة فيضيلاك فيضيلاك ننتبه إلى الحركات أيضا كلمة ناسوا بما ناسوا إذا نقرأ على بركة الله الآيات سويا اقرأوا معي لما أضع القلم وأقرأ تقرأوا معي الآيات نبدأ على بركة الله فاغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بارك الله فيكم ونفع بكم ننتقل إلى الآيات التالية وأيضا نبين ما فيها من كلمات لاحظوا معي وركزوا الآيات سهلة جدا ننتبه إلى الأحكام التجويدية المد هنا المدود نأتي بها بأربع حركات السماء هنا أيضا مد على حرف الواو ليدبروا آياته كذلك بارك الله فيكم كما طبقنا النون المشددة نأتي بها بغنة ظنو نأتي بالنون المشددة أيضا في كلمة النار نعوذ بالله من النار الآيات سهلة ويسيرة لاحظوا معي سنقرأ سويا إن شاء الله تعالى كلمة أنزلناه لاحظوا الألف الصغيرة نقرأ بها مثل الألف الصغيرة مثل الألف العادية مثل هذه أيضا كتاب لاحظوا الألف وهنا الألف نأتي بالألف هذه دائما قلنا لكم أننا نأتي بها مثل كلمة الصالحات هنا ألف وهنا ألف نقرأها بالمد الصالحات مثل الكلمات العادية طيب كلمة ليدبروا أيضا مبارك تنوين ضم ننتبه مبارك ليدبروا أيضا كلمة وليتذكر لاحظوا معي اللام تحتها كسرة نبين الكسر في اللام وليتذكر ننتبه إلى اللام هنا نأتي بالكسر في اللام وليتذكر أولو الألباب لاحظوا معي كلمة أولو نجد أنه عنده في حرف الواو وفوقه دائرة وحرف الألف وفوقه دائرة هذه الكلمات بينا لكم أن الحرف الألف إذا كان فوقه دائرة فإن الحرف هذا لا ينطق كذلك الواو إذا كان على الواو حرف هذه الدائرة أيضا لا ننطق هذا الواو إذا نقرأها أولو يعني ضمت الهمزة مع ضم مع اللام المضمومة وليتذكر أولو الألباب أولو يعني لا أقرأ الواو ولا أقرأ الألف أولو بس فقط ضمه مع الضمه الآن سنقرأ سويا أرجو منكم الانتباه والتركيز والقراءة معي لما أبدأ تقرأوا معي الآيات ولما أقف تقفوا معي نبدأ على بركة الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار نعوذ بالله من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إلى هنا وصلنا إلى نهاية الآيات قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه إلى درس جديد أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر آياته شكرا